موسيقى بظاهر اخي مدافع الفاتورة مو مشكلة فوتي فوتي لانك راطي عدت الشناتي منيح لتكون نسيان لنشي شنها نسيان لا ما لننسيان شيء واحد اثنين ثلاثة اربعة ما لننسيان شيء ماشي الحال حطه بالقب يا الله هلا بعد ما ارتاح شوية فضي يونه يا الله يا سلام فعلا ما احلى الرجوع إليه ما بتتصوري قديش اشتقت لبيتنا يا سوسان يعني اشترينا وفرشنا وما سكننا فيه غير شهر من مدد سنتين بالعطلة الصيفية فعلا يعني الواحد قد ما تغرب وين ما راح بيظل ما رجوعه لبلده والحمد الله اللي رجعنا له نحنا بكامل صحتنا وقوتنا شو عم ساوي شو عم ساوي تركي من ايدك هلا هلا لازم نتغدى في شي مطعام حاكم اقر الطيارة ما حبيته منه وحاسس حالي مخول من الجوع ماشي الحال اول شي بدي اتحمام لاني راح اموت من الشو وبعدين بروح وين ما بدك ماشي الحال لكان عربي ما تخلصي حمامك راح اتسلى بكم تليفون معرفاتي ماشي اه افف بظاهر اخي نسي ادفع الفاتورة مو مشكلة راضي ما في مي مقطوعة ما فمت عليكي شلون ما في مي يعني فتحت لحنة فيه ما نزل مي اسدتي بسيطة بظاهر اخي نسي ادفع الفاتورة شو بسيطة شلون دي اتحمام هلا والله اذا مستعدة تتحممين بدموع عيوني ببكيلك من هلا سلامة عيونك من البكة لك يسلم لي الرأي شرف استاذ عمري ما اتحمام نا اولو لوين متحبوا تروحوا استاذ بدنا نطلع لنتغدى بالربوي بس قبل ما طالعنا لهنيك الله يرضى عليك عملنا هيك شي ربع ساعة تفتيلي بالشام لاني مشتقلة كتير على عيني تكرم استاذ شايفي شايفيها سوسا قديش حلوة الشام شايف مبين حضرتكم كنتم سافرين برات البلد مو هيب استاذ ايه والله صار لنا عشرة ثنين بدبي واليوم رجعنا ليش ما توفقتوا بالخليج الحمدلله الله اكرمنا بس حاجة يا اخي كفاها الله سمع مني اذا المحل اللي قمت اشتغل فيه لساعة وفاضي اتصل فيه اللي لا يشغل وحده كلال اسبوع بكو نعم تكون اوف وليش بقى لانه الاحوال هون كلها دارة لا شغل ولا مصاري ولا حركة وظيفة بتتالاف نيرا ما بتلاقي نيرا تلاحي تلاحي لك براسك وتعرف خلاصك بدك تخطبها روح تخطبها انا مالي موافقة على الخطبة طيب ليش؟ ما حبيتها شايفي حاله ورافعة من اخيرها للسنة وعلى شو ما بعرف بس انا بحبك حبك برص سبع خلص انت وياها صدقيني يا امي ماجيدة بم طيبة كتير ومعك محك بتحبيها بعدين نحنا رح نعمل خطبة وبس ومن هون لنتجواز اذا شفنا مننا شي ما بيسوى بروح كل واحد من طريق ويكون بيعلميك اذا ما خطبت لماجيدة بحياتي ما بتجواز غيرها حر تصطفي ايدك لك يا امي العريس شو بدك بايدي؟ شو شو بدي؟ حق المحابس والاسوارة وتكاليف الخطبة اي لا ما حذرت انا ما معي ولا فرنك روح ابطع شوكك بايديك اي اي وانا من نين بدي اجيب ما بعرف دب الراسك معناتها ما هي غير اتصم بأخيراتي الا بيبعت المية الفيرة اخطف فييون عزينا عجينا اخي راضي طيلة رحمه اهلا اهلات برقي يا اهلا اهلا دب الان التي اهم العريفة اهلا نتلاه ماذا يا افعلячي با هناك تحت tr mins انتم sperm وركة ما الناس في البيت اللي 18 شو كنتي خليتي شانتيكي بالبيت مشان ما اعرف شو جايبه لأمك هدايا طمني مرت عمو مالي جايبه هدايا لحد بنو ولا لقني شو راضي مظبوط هالحكي اللي عم تحكي مرتاك لأ أمي ولو عم تمزح اهديتك محفوظة ليش منسترجي أهلين و سهلين بأخي راضي والله تصور قبل ما تفوتوا من الباب كنت رافع السماع و عم باتصل فيك قبل ما اعرف ليش كنت بدك تتصيل فيني قل لي انت نشوف ليش ما لكدافع فواتير التليفون والكهرباء والمي انا ما بعتلك مصاري بخصوص هالشي المظبوط بس اه بس شو بدأت وصرفتن خلاص راضي اه ايوى الله يعطيك العافية والله هل انت عم تحسبه على عشر ثلاث ليرة بدل ما تمد ايدك على جابتك اتناوله مئة ألف ليرة بشان يخطب فيها اه اه ايوى ايوى لازم ضروري اصلا انا هاذا كنت خايفة مني توزع لي مصاريك هون وهون وما يصطعك ولا فرينق وبنرجع لبلال تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي اغطح ريش قلبك يا سوسان هلا اذا بدي اعطي اخي مئة ألف ليرة بكون عم وزع مصاريه هون وهون شو الحكي اللي عم تحكي? سيدي اول الرؤوس حنجلي لا لا تطمني انا بعجبك و رحاتصرف فرديل يا روش فرديل يا روش مو حلوة مفوت لبيت اهلك وانتي عابسة فرديل يا حلوة وهي القهوة تفضل صحري الله يسلمك يا اهلين سهلين الحمدلله على سلامتكم شوينو ابي ماما ابوكي بيدكان تؤبريني هلأ شي ساعتين اللي خار بيسكر وميجي واخي سامر اخوكي سامر اجو رفعت واخدوه بس هلأ بيرجع ما بيطويل بس انتي يليلي اللي شوف خير ان شاء الله ليش تركتوا دبي واجيتوا يعني الشغل هنيك مو منيح بالعكس ماما الشغل كتير منيح بس راضي ذاعت خلاقه من الغربة وحن لبلده الله يصلحك يا صهري طالما الشغل بيدوبي منيح كنت عدلك هنيك سنتين ثلاثة ثانيات حاجة يا مرت عمي كفاهو الله لأمتى بدنا نضلي هنيك يعني مبين من حكياك انك راجع دفيان والحمدلله ايه الحمدلله مستورة ومن رضي عاش ايه الله يزيدك من نعيمه وهالكلام هاد بيخليني اطلب وأنا قلبي قوي وولا يهمك مرت عمي اطلبي يا ستي اطلبي ولا تخافي هذا يا سيدي ذكانت عمك تقريبا فاضية وما عم تطالع إلا القليل بقى بدنا هيك شوية اغراض ويزيد مربحة اههههه تكرم عينك تكرم عينك وعين عمي ويا ترى قديش بيطلع حق هالكم غراض ياللي بتكون تعبوا فيها الدكانة هم احنا مدرور نعبيها من جميع الانواع الاخر لا اذا بدنا نعمل ميني ماركت عن حق وحقيق بدها كتير بعدين انتو مالكم لاقيوا مصاريهم بالارض لا تواخذنى يعني انتو سافرتو شقيتو وتعذبتو وهلكتو لحتى جبلتو هالمصاري ما بننتقل دم عليكم يعني بيكفي متين الف اه متين الف قليل ما هيك؟ هو أنا كنت طلبت أكتر بس ما بعرف قديش معكم على كل حال أنتو الكرمة ونحنا منستاهل وبين الأهل ما في حساب؟ ولا أنا غلطانة؟ سوسام، شو رأيك تشتغلي من نجمة إنتي؟ شو أصدك؟ لا، بس اللي إلتي صار والمية اللي عطيتها لأخي بلشت تجر وراها ميايا وحيايا أصدك على طلب أمي؟ ولا يهمك أنا بكرة بحكي معها وبرضيها بمئة ألف، حاجتهم بس إن شاء الله ترضى وما تفتح لنا محضر؟ بترضى، بترضى، اترك الموضوع عليّ سبعة، كين جاء؟ سبعة، خيرات يا أبا سلام أبا سلامك يا سيدي أبا سلامك يا سيدي أنتك عن تشريك؟ ولا من متة يومين؟ إن شاء الله لا أريد أن تطولوا المرات؟ على هواء تأسيب سلام عليكم شارك سلام الله، يا الله، خلدي مربي لا أريد أن يصلوا الكهرباء لا أريد أن يصلوا الكهرباء هلا قد سعدفت عن الفاتورة سلام عليكم هل تحمل المفصل؟ لماذا يجب كل هذه الأغراض دفعة واحدة؟ اتعي ساعديني محملي لكم غرض عني قبل ما تلقي حالك دواعي يا ستي جبتلك بن وشاي وسكر وجبنة وزيتون وربط خبز وكيلو لحمة وفروج وبنادورا وخيار وشوية فواكي الله يعطيك العافية الله يعافيك يا رب بس يا لطيف يا سوسان يا لطيف الأسعار شو مرتفعة عم قلك شي بيكوي كوي بتعرفي قديش حطيت حق الأغراض دور؟ قديش؟ 1500 ليرة وبدك ترجع على البلد مو هيك؟ اه؟ لحق ألفات لك من اليوم ورايح والله شي بيجني لكن الموظف هذي معاش هو 4000 ليرة بالشهر شو بدي ياكل هادا؟ بيفتحتهم ولا الهواء؟ بيشبع ماشي الحال مالنا بغيرنا الله يرضى عليك يطلع كيس البندة إليك وعملي لنا فنجانين قهوة حتى نشربوا برا على الفرندة على رواء اي حاضر تؤمر تفضل إن شاء الله يزل الموديات يا أحلى سوسان بالعالم كله صحتين هنا على قلبك إن شاء الله بتصدق يا سوسان قسما بالله العظيم ما لي مسدق إنه صار إلي بيت ملك هون بالشام ما لي مسدق؟ ومنين كندك تجيب حقه لو ما اشتغلت برا؟ من راتب الوظيفة؟ هلا لا تذكريني بالوظيفة وأرفها؟ خلاص اشتغلتو مشي الحال اي سيدي وهي رجعت لبلدك إلي لاشوف شو نعوي تشتغل بالمصاري اللي معاك؟ والله محتار محتار شوري علي انتباه؟ ليش من عندك انتاخد رأيي؟ لو بتسمع كلامي عن جد ماكنت تركت شغلك بدبي وإجيت لهون هلا إلي بنا نحكيه بنا نرجع نعيده ونفتقه يا سوسا هاي سكتت يا ستي أنا عمفكر نفتح محل محل صاغة شو رأييك؟ هلا إرجعت تسألني شو رأييك؟ طبعا بدي أسألك عن رأيك؟ مين بدي أسأل يعني؟ الجيران؟ ماشي الحال انت قديش معاك نقدي على المزبوط؟ يعني بأراضي الأربع ملايين بلاقيلي شي محل بمليون بحط في كليين دهب مليون بيضل معنى مليونين منحطهم بالبنك وبهالصورة منعيش ملوك وانت شو بيفهمك بشغلة الصياغة؟ هاي الشغلة إلى أهلا وناسا اللي بيفهموا فيها إن شاء الله مفتكر حالك إذا شترت كليين دهب وحطيتهم بالواجهة صرت صايغ اي لا يا حبيبي مو كل مين صف الصواني صار حلواني ومو كل مين حمل من شار صار نجار اي بس أنا عندي إلمام ممنيح بشغلة الصاغة لأنه قبل ما أتجوزة كنت ساعد عمي المرحوم بمحله وتعلمت منه شغلات كثيرة ما بعرف يلي بدك يا ساوي أنا المهم عندي تشتري لي سيارة لأن بصراحة أنا بدو باية تعود على السيارة ما بقدر أقعد بلاها ولك تكرم عينك بكرة أحلى سيارة بتكون عندك بس ويني؟ ما رح نشتري غير سيارة واحدة ها لأنه إذا بدنا نشتري سيارتين واحدة إليك وواحدة إلي بتل ما كان عنا هني ما رح يبقى معنا شي وأنا ما بقدر فضي حالي من المصاري لأنه ما بتعرفي الظروف شو بتحكمنا يا سوسا ماشي الحال بتكفينا سيارة واحدة تفضل أستاذ وهي مفتيح السيارة شاء الله ألف مبروك والله يكفيك شرة يعرف الله يخليك الله يخليك شكرا جزيلا تفضلي مدام ركزيلا الرأس حيث ركزيلا عجبتك السيارة ما بهشي بس اللي عندي كانت أحسن هلأ شو بدنا بي اللي كانت عندك نحن أولاد اليوم لا تضوعين فرحتنا الله يرضى عليكي طيب مو كتير مليون ومئة ألف حق هيك سيارة موديل 82 هيك الأسعار بعدين مليون ومئة ألف هذا سعر خاص إلي باعتباري صديق قديم للصاحب المكتر ما سمعتيش لون حلف مئة يمين إنه لغيري ما بيبيع بأقل من مليون ومئتين ألف إي والله حرام سيارة صلى عم تمشي 17-18 سنة يكون هيك حقها يعني بهالمبلغ كنا شترينا سيارتين بدو بي إلي وإلاك هي السيارة قد إجت على البلد كان حقها 105 ألف بقى معقولة بعد 17 سنة استهلاك يصير حقها مليون ومئة ألف إي لا تنسي إنه بوقتها كان الدولار بأربع خمس ليرات وهلأ حقه فوق الخمسين عدليهم على بعضون بيطلع نفس الشي إي سيدي بس يصير راتب لموظف أربعة آلاف دولار بدال أربعة آلاف ليرا ببقى بعدلك ياهم تكرم راضي أفندي مبروك إن شاء الله يا أمي الله يبارك فيكي تشوف الرزق على وشها يا رب والله يا أمي ما رح شوف الخير إلا برضاكي علي أنت أنت بالذات الله يرضى عليك ويوفاك تقبرني يعني قولي اسمك شتريت وشتريت كنت شتري لك سيارة صغيرة لأخوكي تقطع فيها خايف بكرة لما بدأ يطلعه وخطيبته ومشوار يجي إلاك عيني سيارتك لا لا ما بعتقيت شو يستعير سيارتي إن شاء الله بكرة الله بيطعمه بسيارة أحلى من سيارتي بألف مرة فضلي مرت عمو هدول هداياكي إيش عزبتي حالي ما في داعي للهدايا يا مالله هيك خجلتين يعني ما في شي محرز مرت عمو قيمتك أكبر من هيك بكتير بس هدول الغراض شتهيت لك يا هون سوسان اشترتهم بنفسها يا أمي يعني انت ما شتريت اللي شي هلأ شو أنا وشو سوسان اتنيناتنا واحد بس هي أزوأ مني بالتياب النسائية أزوأ شو ألعبكي مرت عمو شوفي يا أميح أكيد رح يعجبوكي عندي من الشغلات كتير بس يلا متل ما بيقول المثل أنا غنية وبحب الهدية قومي 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 جبيلي غراض أميك لأشوف زوءك فيه قومي مرت عمو أنا جايبة لأمي نفس الغراض هدول أنا عملك قومي جبيهم لأشوفهم بشوف ألوانهم بركة عجب نشيلون فيه هون بدي بدل يوم مرت عمي هدايا أمي نفس هدول الغراض بالزبط ونفس الألوان يا لطيف شو قارحة ايه أخي وأنا وين هدتي طمن حبيبي طمن جايب لك طعم طلياني وأنينة كولونيا فرنساوية بعطيك ياهم بعدين أخي أنا ما عم بيحكي عن الطعم وأنينة الكولونيا أنا عم بيحكي عن المصاري أنو مصاري حبيبي شو أنو مصاري المئة ألف لير اللي وعدتني فيهم لزوم الخطوة اه ايوه فمت عليك والله هو طالما أنا وعدتك تكرم عينك ولو عزيز ومقام عزيز ايه تفضلي ماما هدول مشان توسيع دكان بابا اوام صدقتي امي انا كنت عم بنزح معكم ايه مسكي ماما مسكي اصلا انا كتناوي قعطي بابا بدون ما تطلبي الله يسلم ايديكي ويعوض عليكي كل قرش بمية يا رب عديش هدول أمي مئة ألف بس؟ خلي أبي يمشي حالو فيهم وإن شاء الله بس يمشي شغل راضي بجيب لك غيرهم بس أنا قلت لأبوكي أنك رح تعطي مئة ألف وهلأ إذا عطيتو مئة ألف بدو يزعل وأنا ما بكون علي تزعلوا مبادكم وانتي وين رحتي؟ بكلمتين حلوين منك والطيبي خاطره ما بعرف بحاول شو؟ شو ما تساوي؟ عم استفقد وراء السيارة دروع المواصلات سجيلة باسمي شو؟ على أساس العقد ان كتب باسمي؟ ايه أنا أصدي يقول إنه سجيلة باسميك بس أنا غضبت إغاعت غلط ثاني مرة لا ولو أروح الجبيري هويتك الله يرضى عليك مشاهدة تسواها فقطت يسا موديات خاطرك مع السلامة مرحبا أهلا وسهلا أنا مؤسسة الهاتف وصلنا لكم الخط أستاذ وجيت لا تأكد إذا إجت طون ولا لا آه أيوه الله يعطيكم العافية يا سوسان شوفي الخط إجا ولا لا ألا أرض عليكي مشي الحال راضي شكرا مشي الحال أهلا وسهلا وممرحبا شوفي كمان كلاك نظر أستاذ هل يطلع من خاطرها آه أيوه بدأك من تأخذني شكرا 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 نحن جاهزين لأستاذ. تفضل. الله يرضو عليك. والله بدي سجل هالسيارة بإسهمرتي. والله وشو علي يا أستاذ. تكرم عيونك. ألف طلب مثل هالطلب. بس بدي سألك سؤال. المالك القديم فرغ لكم يا شي. أي فرغ لنا. والعقد راح على المواصلات. ما بقي علينا غير التسجيل ودفع الرسوم. كتير حلو. عطينا هالوراء وعود بالمكتب. وبعد ساعة بيكون الدفتر بجيبتك. ها ها. وقديش راح تكلفنا هالخدمة سريعة؟ أنا من ناحيتي بدي بس 200 ليرة حق تعابي. ممكن شي بيدفعه جوا بسجلك يا على وراء. شوف حبيبي. إذا الشغلة شغلة 200-300 ورقة مو مشكلة. بس بدي استلم الدفتر بعد ساعة. متل ما وعدني ها. ولو يا أستاذ. شو عمنا بنزعل منك ها. نحنا عم نشتغل أستاذ. عطينا دفتر. عطينا الوراء لأيلك. عطينا ها هون. هاي الوراء. وهي هوية المدام. ودفتر اسواقه. كتير حلو كتير حلو. عطيني هلا 10,000 ليرة. ها. وليش رعشتالاف ليرة بقا. شنون لشوف. شان المعاملة أستاذ. بس قالوا لي إنه المعاملة مع بتأمين ما بتكلف خمس ستالاف ليرة. ولك صحيح. بس هذا الحكي إذا كنت بدك تاخد المعاملة بعدين. بس أنت بدك ياه بعد ساعة. لازم ترشل لك شوية مصارع الموظفين. ولو يا أستاذ. وليش مصاري. ارشك واحدة انت التاني. هات لشوف. هات لشوف. أنا بدي امشي بالمعاملة بنفسي. قال خمس ستالاف ليرة. وليش رعشنا ومشي فينا والله. العامة شوية حالي. ولك مشتقتلك مشتقتلك كتير. وانتي شو أخبارك؟ عنجق؟ ايه؟ ومين بقى الخطيب صاحب الحز والنصيب؟ شو بيشتغل؟ يه لحظة لشوف مين على الباب وبرجعلك. خليكي. مرحبا مدام. أهلين. إن شاء الله الكهرباء جايلة عالكو. والله طالما أنك رميت الجلس وسمعته ومعنات الكهرباء جاي. ايه أنا أنا لمصلت لكم ياها. كتير خيرك. طلعت لعنكم مباري عالبي. مليئي لكم. وليش طلعت لعنا؟ الساعة موجودة بالمدخل وراء الباب. الشيف سن. لكن ليش طلعت لعنا؟ طلعت مشان اتطمن إذا الكهرباء وصلت للشقة ولا ما وصلت. وهي اتطمنت. الله معك. ولو يا مدام كلي قزر إحطيت إجري التكسي لوحها رجعة مرتين. لو كنت ابن حرام قلتلك العطل كبير. ولو. لا أدخلي لك قوعة ما بتعمله. لحظة. تفضل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. ايه سلوى؟ عاصفي حبيبتي. ايه ما قلتلي. شو بيشتغل خطيب؟ اتفضل استاذ ادفع لي المبلغ وجب لي الوصل الله يعطيك العافية يا امير يا ريت كل الموظفين متلك نحنا ما عم نعمل إلا الواجب شو هذا استاذ شو في بتأكد لي مني على خليك شو مكتوب الوصل يعني قديش بدي يدفع 81 ألف ولا 18 ألف بتأكد لي الله يخليك من غير ما اشوفه 81 ألف ولشو بدي يدفعون هدو بص ظاهر انت اول مرة بتشتري سيارة استاذ هدول ضريبة رفاهية هلا انت ما شتريت السيارة لحتى تترفع فيها مصبوط طيب روح ادفع ضريبتها ورجال عندي حاضر 81 ألف ضريبة رفاهية ايه ولا كتير لا لا مكتير مكتير منوك لأنه بصراحة ما حدا جابرنا نترفه منوك بس نحن نواعم منحب ندلل حالنا كتير يعني أهلك بالمزة وأهلي ببرزة بقى بده شغلي سيارات يا سوسان كله لحشة حجر فركة كعب عدد كوساية منصير عنده بعدين والله أنا من حيث المبدأ مع الضريبة معها مو لإني بحب كب مصرية هيك كب الأراضي لا بس الحكومة الله يعزها عم تدفع كتير مشان شاء الطرقات ما شفتي الطرقات إشلون مشقو أشاء كل شاء هل أد أدو ومشان تزفيتها ما شفتي الطرقات إشلون مزفتي مزفتي أمن الزفت يلي هي فيه وعم تبني الحكومة الله يعزها عم تبني جسور وأنفاق ما شفتي العالم إشلون عم تستفيد من الجسور والأنفاق ما في زلمة عم يستثقر الطلعة فوق الجسر وعم ينطمو فوق الجنزير ويعبر ما في زلمة واحد أما الأنفاق حذري لشو يسمون نفاق نفاق ليش؟ لأنه أي حردون أو صرصور بيمروا في نفاق بس 81 ألف ضريبة كتير لك ستي حمدي ربك إنه ما شترينا سيارة موديلة أجد كنا بدنا ندفع فوق المئة ألف ما في حكي في واحد مشتيري سيارة اشتراها قدامي بس موديلة حديث سنة الستة وتسعين دفع فوق ثلاثمئة ألف إدام عيوني شو هل حكي؟ المهم هاي خلصت من هم السيارة ومن بكرة بدي بلش دور على محل خليكي انتي أنا ببتح أيوا أيوا مرحبا أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا إن شاء الله ماي وصلت لعنكم إيه وصلت من مباري أنا وصلت لكم ياها يا سيدي كتر خيرك وألف شكري لك راضي؟ نعم مهما حاولت تجعله ورح يحل عنك لياخد الميت ليرة إزالك عطيها فورا ومتعكمل أكلك قبل ما يبرود هيك قولتي؟ هيك قولتي طيب على عيني يا أهلا وسهلا مرحبا يا أمين تفضل أخي هاي ميت ليرة ما في غيرها لا تقل لي رفيقك مستنيك تحت تفضل أي اسلام لديين إن شاء الله كنت أطميت الشبوة تنزل على قلقكم أنا وتشفها وعلى قلقك إن شاء الله السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا يا أخي شرفت يا حبيبي العمل يا شو هاد كل واحد بيقوم بواجبه وبدو عليه حلوان واخرته يعني أنا لازم يكون بجيبتي دائمات 600-700 ليرة فراطة ايه مو أنت بدك ترجع لبلدك صحيح يا سوسان بس مو كل المواطنين هيك لا لأنه اليوم بالمواصلات في موظف خدمني ومشالي معاملتي وهو عم يبتسك وعم يحاكيني بكل احترام وأدب وما طلب مني فرانك واحد تعدمين ها أبصر شو قصته بجوز لساته جديد لا تقاف عليه بكرة بيتعلم رجع لعنده بعد سنة وشوف مرحبا أخي ها أهلي مرزعي كيفك؟ منيح كيفك انت؟ شو أخبرهاك؟ الحمد لله أمك شلونا؟ طوال لما نمروح لا ليش؟ بحكي لك بعدين بعرفك خطيبتي ما جدا أهلا وسهلا تشرفنا هيك بتخطبوا بدون ما تعزمونا؟ لا أخي معولة الخطب يوم الخميس وانتو أول مدعوين إن شاء الله ألف مبروك مقدمة ونحنا جايين ناخد من عندك المحابس والأسوارة أحسن ما نشتره من عند الغريب ما هيك؟ ايه طبعا يعني ما أحلاكوا رايح مشتري من عند غيري كنت بدي أزعل منك على المظلوط يا منزير على القليلي إذا ما رأيتك أنا ما بغشك نحظة شو رايكم بها المحابس؟ هادول الموديلات ما في مننا إلا عندي ها؟ حلوين ما أجيدا ما هيك؟ مضاها شي حلوين هاد، تفرجيني أخي؟ تفضل هاد إيديك ما أجيدا هاد إيديك ما أجيدا شلون؟ ميح كتير ايه تمام؟ تمام؟ هاد أيسا أخي تفضل هاد ديّ اخد غيره هاد أكبر هاد تمام، حفر و تنزيل ماشي الحال طيب شو قلتولي بتكون كمان؟ بدنا شي اسوارة تكون رخيصة وبنت ناس ومليحة نقيلك أنا يا عروس ولا بتنقي لوحدك؟ فرجين هديك الاسوار عميل معروف؟ ايه على عيني فرجي يا أخي فرجي يا معلش ايه على عيني تكرم يا منزير هاي؟ لا اللي جنبها هاي؟ ماشي، تفضل إسلام زواء حلو خطيطتك، عرفت اتنائي يا درسان شو رأيك منزير ما حلوة؟ صارت حلوة بييدك ان شاء الله مبروكين الله يبارك فيك، حطلنا ياهم بعلبي ايه على عيني، بس ما بدي زينهم بالأوة ليش بدك تزينهم أخي؟ هيا كان، هيك لأصوب هيا، شو عرينا، زينهم لاحظة، راح توم برعلابة خطة، يا الله يا الله نيح كلهم مع بعضهم معلشي؟ نالش، 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 نالش نحترف يوم كيسة حمار ونهارة أحلى، بيسع أكتر كرد Yogoro السلام لديديك، أخي الله يسلمك لا انظر قبل يوم الخميسة، أن نستناها لا، منزير ولا. منو صحيح، منشوف Qualver? والحسان... من غير مู่ compr Detective الراه画 بـ انت على الخطبة، لأن نصبって نقمتك ونعرفacı أسلامك، كتيرا والأماني... … لا انه خطيبتني ماجيدا حبما يتعرف عليها حبما يعمل جدا؟ ايه طبعاً ، خبراً أخين هلأ، سهله سهلنة تتغنى فيها لا بقين لبعضكم شكراً أخي الله معك حبيبي مع السلامة بعد هالفصل اللي حكيتلي يا ما بدي اتعرف على حدا ولا بدي احضر خطبة حدا حل عني يا ايشو مفكر حالو فاتع محل نوفوتين وحمل قميس ومشي معلش راضي باعرف انو اخوك بس فعلا تصرفو سئيل لك يا ستي كل يالي اخدون ما بيتلحقن كلن على بعضون خمسة عشرين الف ليرة يا دو بالله مو عاجبينك الخمسة وعشرين الف لأ شيت انو مو عاجبيني عاجبيني بس شو بدي يساوي اليش هو التاني يمد ايدو على جيبته وبدو يدفع لي حقهن وانا قلت له لأ تشوف راضي هالمرة مش الحال تاني مرة مين ما اخد من عندك شي بتاخد منه حقه حتى لو كنت انا حال والله قولك يا ستي انتي بتاخدي المحل كله يا دو كله بدون عساب تشوفي مين تسلمي لي اهلو اهلين مرت عمو اي موجود اماك بدي اياك امي فاتلة شوف اهلو اهلين امي كيفك الله خلينا ياكي نعم زعلاني مني ليش اه اه ايه بس يمر منزير ياخد الخاتم لخطيبته ببعثلك واحد تاني اليك اغلى منه ان شاء الله اهلين وسهلين امي يخلينا ياك يا رب اهلو خليك يا الله خليك مع سلامي اروحي انا فايت ارتاح شوي بقطي تعال هون وين رايح احكيلي لاشوف شو قصة الخاتمين اللي بدي يمر ياخدهم منزير الخاتمين هنين الخاتمين وبس واحد لخطيبته لانه قال سوارة ومحبس قليل يعني لازم يكون معهم خاتم يمكن الحق بيدهم والله يا سوزان وواحد لامي مشان تلبسوا بيهم الخطبة بس الخاتم والله اللي راح تلبسي انتي راح يكون احلم منهم كلهم ما في حكي وبكرا بتشوفي هلا بتضحك علي وتسكتني بخاتم قللي لاشوف بدك تاخد حقن ولا لا والله ما بعرف محتار انتي شو رأيك والله انا رأيي اذا عرضوا عليك مصاري لا تاخد عيب عيب تاخد من امك واخوك عيب شو هل حكيه لا يا سوزان هلا بدي ازعل منك مظبوط قبل شوي نبهت علي اني حاسب القريب والبعيد هلا عم تقليلي اني ما اخد حق الخاتمي من اهلي بقى شلون هيك صار حيرتيني راضي وصلت معي لهون ها ولك تسلميلي تسلميلي وقت بتعصبي مع حلاكي يا ستي بكرا بدي ابعت لامي سوارة فوق الخاتم مشان تحلوي بزيادة ها 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 والله ساعته لا بعصيب ولا بهز بدني ولا على بالي باخد امي على المحل وبخليها تنقي طقم دهب عقد واسوارة وخاتم كمان بقى شو رأيك اه لكن شو مفتكير المحل تكيه لناس وناس لا حبيبي موسيقى يعطيك العافي يا اخ الله يعافيك اهلا وسهلا مور مبروك المحل الله يبارك فيك وخليك ايه سيدي مديش الدهر اليوم يا سيدي الواحد وعشرين بأربع مئة وعشرة ها مناتها مرتفع ايه سيدي خمس ليرات بالجرام مالهم محرزين حلو على هالحالة أرباح كرة حتزيد عفوا ليش عم تسأل هالأسيلة مين حضرتك يعني انا موظف المالية تبع ضريبة الدخل يا اهلين وسهلين مرحبتين تفضل 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 تفضلت ايه سيدي قديش بتحب نحط لك ضريبة السنوية والله يلي بتقدروه بدنا نلتزم فيما في كلام هذا حق للدولة ولازم ندفعه تفضل 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 تاح يا اهلين وسهلين يا سيدي الله يكتر من امثالك اصبح رح نسجل عليك عشرة الاف ليرة بالسنة بس باعتبارك مشتري المحل الجديد يعني كتر خيرك بس ما لك شايف انه العشت الاف كتار شوي على محل متل محلي يعني انا رسمالي كله ياتو يا ادوب يطلع كلين دهب اهدول الكليين اللي عم تحكي عنهن مو عبره مكرا بتشتري من العالم وبتبيع متلك متل اللي عنده عشرة كيلو طيب خليهم ستالاف اي شو ستالاف اتتاني الموظف المنتوف اللي عايف حاله عم يدفع ضريبة الدخل ستالاف ليرة يعني بتريدة انت الصايغ يلي عم تلعب بالدهب لعب تدفع قد الموظف لا ما بريدة لازم تنزلوله للموظف ضريبة الدخل للنص شو عم تتمسخر انت؟ لا 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 ما عم تتمسخر بس حضرتك حكيت كلمة جوهرية يعني ما بيجوز الموظف يدفع قد الصايغ ها ها انت عيني منشان هيك نحنا رح ناخد منك اكتر منو حلو الكلام؟ اي كملي وبعدين يا ستة سجل علي عشرة الاف ليرة الله يصلحك انت التاني كنتك بس بايدو الف ليرة كان نزللك ياهن للنص لا لا شو الحكيات؟ شو الحكيات اللي عم تحكيها سوسان؟ لا انا ما بحب شغلة الرشوي منه يعني ما بلاقي اي حلوة بحقي انا يا سوسان احب على قلبي ادفع خمسة الاف ليرة للدولة ولا ادفع مئة ليرة رشوي لحدة بهالدولة ليش؟ لانه الدولة الله يعزها الله يعزها بيعزه فاتحت لنا سوق حاط عليه حراسة ليلة نهار فلازم نحنا نساعدها منشان هي كمان بيدورها تساعدنا واضطل عم تقدم لنا خدمات هالجليلة بظاهر هذا موظف شركة الكهرباء يلي اطعت تياك جاي ياخد اكرامية اجب غيابك واخدها كمين عمدق الباء؟ ما بعرف روح شوف مي مسر خير استاذ مسر خيرات اهلا وسهلا امور؟ انا موظف مالي استاذ اتأخرت يا استاذ اجر في اكلا عندي اليوم عالمحل ومشي الحال مين رفي؟ ما حدا غيري انا مكلف ياخد ضريبة لا يكون شي واحد انتحد شخصية الموظف المالية ونصر عليك شي نصبية حاكي من الصادين اكترها الايام يا استاذ طيب اعطاك شي وصل وصل شو؟ وصل بالمبلغ الي ابضوا منك لسه ما ابض شي قال بعدين بتطلع الضريبة ضريبة تدخل هيك قال ها ايوه ايه فهمت عليك اخي انا جاي مشان ضريبة تاني ضريبة شو؟ ضريبة المثقفات انا ومثقفات تبع البيت انا وبيت انا وبيت يعني هذا اللي ساكنينه ليش صار في ضريبة بالبيوت اسمها ضريبة المثقفات؟ هالضريبة موجودة من زمان بس هلا رفعوها شوي اه ايوه ايه قول من الاول يا اخي على كل اهلة وسهلة فيك هذا حق الدولة الله يعزه بيعزه ولازم ندفع الهاياء وكتل خرح الحكومة يا اخي يلي عم تسمح لنا نشتري ونتملك وعم تحافظ لنا على ملكنا وتحمينا من السرقة ومن الحريق وغيره وغيراته الله ياخد بيدها امين يا ارحم الراحمين ايه يا اخي قديش بيطلع علي؟ حظة كتير حلو هالسنة يا استاذة لانه طلي عافو على فوائد الضرائب المتأخرة يعني انت مرح تدفع ولا قرش من جيبتها اه نافض بيتك او عامل جيكورات فيه لا لانه فيه ضرائب عن نفض بقى نافضه شيء اللي اذا نافضها لا يلعني اللي نافضه مني وعليه حلو كتير المهم قديش بتكم مني اخي الله عليك ضريبة فنتين متأخرين لورا وهي السنة صعروا ثلاثة بس السنة ضريبة اكتر شوي لحظة بالله لا احسب لك اهو اذا بتريد ايه سيدي اذا انا خمسمية وخمسة واثنانون ثلاثين انا فتاتي بقى اربعة عشرينة اثنين خمسة خمسة واحد سبعة اثنين اخي بيطلع عليك الفين وسبعمية وفمسة عشر ليلة بقى شوو تلحالي اتلحالي قبل ما تخلصها السنة وتتراكم عليك الضرائب وما تقدر تجي تتفعها قلت يا ولد لأوفر عليك المشوار وأجي ااخدها بنفسي كتر خيرك يا سيدي شري واحد اثنين ثلاثين هاي تلتالا فير اخي ايوالله الله يعود عليك استاذ السلام عليكم اه اه لك يفضح حريشو لطش الميتين وخمسة وثمانين ليرة طبعا بدا ياخدون لك انفكرك ناطع حالو جايل عندك بعد نهاية الدوام لسواد عيونا اه اخ اللهم طولك يا روح اللهم طولك يا روح مرحبا يا اخي اه لو سهلا اهلين وسهلين ومرحبتين يا ميت مرحبا لحظة صغيرة بس لو سمحت خود راح تاكماني بستعجيل اخي لازم نساعد البلدية بالتنظيفات لانه هالبلد بالنهاية بردنا كلياتنا يعني اذا كل واحد نظف قدام دكانته بصير بصير الشارع فرجة برافو عليك انت مواطن نظيف الله يسال لك يا سيدي والله مهين علي اخرك تفضل تفضل لجوه للك تفضل شريخ ايه اخي شو بتحب اعطيك بدك تعطيلي خمس تالاف ومئتين ليرة نعم شو اعطيك خمس تالاف ومئتين ليرة ولشو هدول ضريبة نظافة ضريبة شو ضريبة نظافة شو ما اسمعت نظافة شو نظافة محل مستوعبت اخي يا ريت تتعدلي اياها بشكل اوضح قولك يا حبيبي شو بدي اعطيك فيها الضريبة واضحة متل عين الشمس هلأ انت بمحلة ما بيطلع عندك وساء ما بتزدته قدام محلك وبتجي للبلدية بعدين بتلمه منشان هالخدمة البلدية بده ضريبة نظافة عدلك ياها ولا استوعبتها حبيبي اه ايوه هلأ فهمت عليك سيدي كتر خيرها البلدية عم تقوم بمجهود كبير يعني لو كانت ما عم تلم الزبالة من الشوارع وقدام المحلات كانت الزبالة اكلتنا اكل الواحد لازم يحكي الحقيق يعني ها ها شفت ما احلاك هلأ صرت عم تستوعب الامور ايه بس يا اخ انا محلي محل صياغة يعني ما في غير الدهب شوفت عينك وانضف من الدهب ما في يعني بمحلي ما رح يطلع عندي زبايل حتى كبه بره ازبات الدهب كله ياته جوه وانا خاص ناص لازم تعطوني مكافأة نظافة بدل ما تاخدوا مني ضريبة ايه انا متل ما شفتني حضرتك بظل حامل هالمعشة وعم نضف قدام محلي وعم رش مي كمان وبي هلكم يوم بدي ازرع ورد بره كمان اخي انا ما بفهم وليش لحتى ما تفهم حبيبي والله باينتك بتفهم اخي انت مكلف بخمسة الاف ومئتين ليرة ضريبة نظافة بالسنة بتحب تدفعهم لأعطيك وصل فيهم ما بتحب تدفعهم السنة الجاي بتدفعهم مع غراماتهم حبيبي يعني ما في فكي المسألة لا 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 ما في فكي بنوب بعدين انا شخصيا ما عندي دقن المشطة اذا هيك امري لالله بدفعهم وكتوب وصل فيهم ازب تريد هاي وصلك جاهز هناك اشنا هدى الاخي هاي مصاري واكراميته اكراميته اكراميته كانت واقفة برات المحل وانا عمقش ونظيف الشيطة محون اطلع بحبش بين الزبالي بجوز تلاقيه هنيك هايك عم بتقول طيب بسيطة السلام عليكم الله معك مع السلامي ولك يبعتلي مو بس ضريبة يبعتلي ضريب وطراب الصخن على طولة البالي اللي عندي ولك يخرب بيتي وبيت بيتي شم تمسيح ما كنت عصيب واخرتها الحالة معي لعمة مرحبا صهري لا 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 اهلي رحماتي اهلا وسهلا وفرحوا اهلا وسهلا خطوة عزيزة يا الله اطاطك حليان لسانك يا درسان حلي ايامي مبروك المحل الله يبارك فيك ونخليكي كيف هالثلسان؟ منيحا ايه صهري هاتلا شوف ورجيني شي شغلة حلوة على زوقك يعني كون خرجي انا ايه تكرم عينك ورد عمي ولو بس شو شكلها يا ترى بدك ياها غالية تقبريني ولا رخيصها تشكلي ااسي لا اوسط خليها ايه معك حق خيرو الامور اوسطوها على عيوني وراسي ايه هتفضل ينقي يا نور عيوني ايه معك حق خير الامور اوسطها متل ما قلت اه ايه وشو اغدت بعدين؟ اغدت مبرومة حقها خمسة عشر الف ليرة بابوشتك وعطتك حقها؟ هي ايه ايه تبدت تعطيني حقها بس انا ما خليتها تمد ايد على جزدانة منوب قلت اللي علي طلاق مرت عمي علي الطلاق ما بتطلعي شي قامت هي خافت عليك اني طلقيك ما مدت ايد على جزدانة منوب ايه تمسخر لقلك تمسخر اهلك ياخدوا ببلاش ما عليش مسموح اما امي لا على كل حال انا كتناوي اهديها ياها بعيد الام ساوسا امشان الله امشان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام امشان الملايكة والانبياء شو رأيك نغير شغلة الصياغة لك ما بيكون احسان اشتركوا في القناة